تقريبا كده انا اخر واحد هتكلم عن نانو بنانا برو وده لان انا الفترة اللي فاتت ما كنتش باعمل فيديوهات ممكن كتبت مرة في المنتدى قلت ان انا عندي ظروف صحية في الحقيقة انا كنت عامل عملية التراليزيك مفروض ان دي عملية تصحيح في العين فقعدت تقريبا اول عشر تيام بعد العملية حرفيا انا مش قادر حتى ان انا ابوصل الشاشات حتى هذه اللحظة اللي انا بكلمكم فيها انا بشوف بنسبة 80% يعني الكلام مش بشوفه اوي الشاشة مش بشوف هاوي فما كانش عندي طاقة خالص ان انا اشتغل مكنش عارف حتى تابع ايه الجديد بس بصراحة بدأت ان انا اجرب كده شوية في الحاجات اللي فاتتني زي نانو بنانا برو وده اللي احنا حاول نتكلم عنه في الفيديو ده وفي الفيديوهات الجايف فلو انت مهتم تعرف اكتر عن نانو بنانا وزي تتخدمه بشكل مجاني دوس لايك عشان الفيديو يوصل لأكبر كدر منكم الناس لو دي اول مرة لك في القناة فاهلا بيكم في قناة محمد خد هعلمكم زي تستفيدوا من استخدام ادوات الذكاء للصناعية السهلة والمجانية في انشاء المحتوى الربح منه ويلا بينا نبدأ الفيديو اول حاجة هنعملها عشان نستخدم نانو بنانا برو بشكل مجاني هندخل على جوجل هنكتب في البحث المارينا نضغط على انتر هزال لنا اول رابط مكتوفي المارينا نضغط عليه هيفتح معنا الصفحة دي كل ما احنا نعمله هنيجي هنا نضغط على لوج ان عشان نسجل دخول هنقدر نسجل دخول باستخدام جوجل او اي ايميل تاني انا هسجل بجوجل على طول وبعد كده هيفتح معي الصفحة دي بالشكل ده واحنا مسجلين حساب اطار الحساب بتاعك وضغط على continue هيفتح الصفحة بالشكل ده هنا فتح الشكل ده وده طبعا شكل مشابه لمواقع الشاتبوت ان احنا بنيجي هنا نكتب البرومت بس هنا الوضع مختلف شوية هنا اصلا في موقع اللي اما قرينا انت ممكن تستخدم الشاتبوت لو روحت على الديريكت شات هتلاقي عندك هنا اكتر من شاتبوت تقدر تستخدمهم حاجات كتيرة جدا دي بسيج كله اعتقد موجود هنا والازدارات القديمة كمان لكن احنا دلوقتي عايزين نستخدم الصور فلازم نضغط على علامة الصورة دي لان الناس كتير بتفوت الحركة دي لازم اضغط على علامة الصورة بيزهر هنا قمش عشان لما رجع تاني هنا يظهر لي هنا كل الموديلز الخاصة بانشاء الصور اشهرهم طبعا هنا النانو بنانا البرو التو كي اللي هو الجيمناي تري والتري البرو العادي وفيه كمان التو بوينت فايف اللي احنا برضو هنجربه مع بعض وبعد الموديلات الاخرى زي هتلاقي حاجات كتير كده جدا موجودة هنا تقدر ان انت تجربها وتستخدمها في موديل انشاء الصور هاختار من هنا الجيمناي سري برو نانو بنانا التو كي واول حاجة هنجربها في النانو بنانا وهي ميزة فهم السياق والمعرفة العالمية يعني ايه قال لك عشان متوصل بنموذج الجيمناي اللغو فبيقدر يفهم التعليمات المعقدة والسياق الثقافي بدقة يعني مثلا لو انا هقول له عاوز مقهى باريسي هيفهم شكل المقاهي في باريس نفسها مش اي كافيه وخلاص تعالوا كده نجرب نكتب برومت ونشوف هعملهونا زي ده برومت لمقهى في باريس هكتبه بالشكل ده وانا اضغط على ارسال هيبدأ دلوقتي ان هو يعمل لنا الصورة بالشكل ده بالفعل هنا عمله الصورة بس لو جيت هنا بسط على العنوان ده اتأكد منه كده وتعالى ندخل ع الصورة جوه هتلاقي نفس الكلام مكتوب بنفس الطريقة هنا طبعا زي ما احنا شايفين المنظر العام ممكن يحسسك فعلا ان انت في باريس لجوة بره في الشارع لحتى العربية بتجوء تفاصيل الناس واللبسوهم اللي يفطح المنعاكسة في المرآة بالشكل ده الناس اللي قاعدين ظهرين في المرآة بالشكل ده وتحس كده ان الاجواء حقيقية الشخصيات واضحة بالشكل اللي احنا شايفين عملت نفس التصميم باستخدام موديل جيميناي 2.5 القديم عمل للتصميم ولكن التصميم ناقص تفاصيل كتير مفيش حد قاعد في المكان اللي يفطح مكتوبة بس بشكل اللي خاطئ والتفاصيل مش عامقة زي طبعا اللي اتعاملت بالنانو بانانا 3 هارجع تاني هنا للجيميناي 3 وهنروح نعمل درداشة جديدة والمرة ده هنتكلم او هنجرب الميزة التانية ان هو بيحافظ على شكل الشخصية نفسه اللي هو بنسميه او ثبات الشخصيات في الصور يعني لو انت عندك شخصية معينة وبتعمل منها صور كتير او عايز تعمل ستوري او كوميكس الموديل بيقدر يحافظ على شكلها في كل الصور من غير ما يبوازها ازاي؟ مثلا انا كنت عند صورة حاجة هنا اضيفها بالشكل ده عشان اضيف صورة بكل بساطة هضغط على علامة زي ادي هيظهر عند الصور بتاعتي اختار الصورة اللي انا عايزها واضيفها للموقع بالشكل ده بعد ما اضيف الصورة هنا مثلا الصورة دي فيها الشخص قاعد ماسي كريشة وورقة وهنشوف الصورة دلوقتي كمقارنة باجي هنا بضيف برومت مختلف بس احاول بقدر امكان احافظ على نفس التفاصيل بالاضافة ان انا هنا كتبتل الابعاد بتاعت 16 لتسعة وبعد التفاصيل الاخرى زي مثلا انا مش عايز نص والحاجات دي وبعد كده هضغط على ارسال عشان يبدأ دلوقتي يعمل له الصورة بالشكل ده بالفعل هنا اعمل له الصورة بالشكل ده بس قبل ما اشوفها هتعالي نشوف الصورة قبل الصورة قبل كانت كده الشخص قاعد ماسي كريشة وورقة وواضح ان هو بيسجل شيء لو جينا بقى نشوف الصورة اللي بعد كده انا طلبت هنا في البرومت ان هو الشخص ده يطلع يقف قدام شباك ويكون بصص على ميناء باس تكون بنفس الزمن اللي هو فيه او بنفس التفاصيل الصورة يعني عملي هنا الصورة بالشكل ده الشخص هنا قام وقف قدام الشباك ويماسك نفس الورقة والحاجات دي كلها لو حسيت ان الصورة ممكن يكون فيها اختلاف يعني انا مثلا لاحظت ان الصورة ماهوش لابس الكرافات اللي كان لابسه فانا ممكن اعمل اعادة بالشكل ده للصورة بحيث ممكن يصحح للخطأ اللي فيها او ان انا اقدر بعد كده اضيف الصورة واعدل عليها زي ما انا عايز ودي الميزة التالتة في نانو بنانا 3 ان احنا نقدر نعمل تعديلات على الصور باوامر نصية من غير ما نحتاج لبرامج زي الفوتو شوب ولا كده وده اللي هنشوفه مع بعض دلوقت حاجة هنا هضيف الصورة اللي انا عايز اعدل عليها وبعد ما اضيف الصورة هاجة هنا هتديله امر بالشكل ده انا عايز اديله امر ان هو يلبس الشخص الكرافات تالبون ويكون تحت الفست وبعد كده هتديله امر عشان يبدأ ينفس ده على الصورة اللي انا اضفتها له بالشكل ده تعالي بقى كده نشوف الصورة قبل دي الصورة قبل عمل كان عمل نفس الصورة للشخص ولكن بدون الكرافات جيه هنا عمل لنا الصورة ولكن ضف هنا الكرافات بالشكل ده كده انا حافظت اكتر على ثبات الشخصية بتاعتي وادر بقى اعدل اي حاجة انا عايزها في الصورة عايز اغير في الخلفية عايز اعمل اي شيء اقدر اعمله ودي ميزة من المزايا الجميلة بس بصراحة انا مش هتكلم عنها او في الفيديو ده لكن انا حابب بعد كده ان شاء الله نحن ازاي نستغل المزايا ديت في ان احنا نعمل فيديوهات بثبات شخصيات احسن نعمل قصص نعمل فيديوهات كاملة باستخدام المزايا دي تعالوا كده بقى نشوف الميزة اللي بعد كده الميزة الرابعة معنا وهو ان موقع نانو برنانا بيقدر انه هو يعمل الصور بجودة عالية تصل الى فور كي في بعض الاصدارات وده بيخليها مناسبة للطباعة او للاعلانات هنا في اللي ام ارينا هو بيقدر يعملها بجودة تو كي لكن مفروض انه في جوجل اي اي ستوديو بيعملها بجودة تصل الى الفور كي ولكن مش متاح علينا على الفور كي ان احنا نقدر نستخدمه بشكل مجاني فهنضطر ان احنا نستخدمه هنا على اللي ام ارينا ونحصل على التو كي ودي طبعا ميزة كمان موجودة وهي الميزة الخامسة ان النانو بنانا بيقدر يكتب بالعربي جوه الصور بس بشكل احترافي جدا هنا زي ما احنا شايفين كاتب العلم نور وكاتبها على جدار ستايل الصور زي ما احنا شايفين قديم وطبعا شوفنا كتير الفترة اللي فاتت ناس بتكتب على الجدران بشكل احترافي وده برضو موضوع مهم عايزين نحنا نجربه مع بعض هو ان جوجل عامل شغلة جميل جدا في الحيطة دي النموذج بيقدر يكتب عربي مضبوط وواضح جوه الصور سواء على لفتة او حيطان او اعلان وده بيفرق جدا طبعا في الشغل تحنشوف احنا ازاي عملنا ده الموضوع عبارة عن برومت بسيط جدا بيشرح التفاصيل اللي احنا عايزين التفاصيل انه هو مثلا عايز حيطة في مكان تظهر كأنه بيت قديم ويكون مكتوب عليها بستايل جرافيتي مثلا ويكون فيه اضاءة مكتوب العلم نور هنا طبعا كلمة العلم نور مكتوبة بالعربي زي ما احنا شايفين ويكون مكتوبة بستايل معين الخط عربي في يعني اضاءة ممكن ان احنا نتحكم في التفاصيل اللي احنا عايزينها زي نوع الخط او هي الطريقة اللي احنا كاتبين بها لو انت عايز تعمل حاجة بشكل مختلف بنضيف البرومت هنا وبنقدر ان احنا ننفزه تعالى كده نجرب تاني نشوف هنعمله ازاي حاجة هنا في المستطيل ده وهضيف البرومت ده تاب برومت نفس الاسلوب عايز ان انا اكتب على حطة كبيرة ويكون حطة تبقى انها في بيت مصري في شارع عدي من الشارع بتاعتنا ومكتوب عليها دهوم الحال من المحال وهنا فيها بعض التفاصيل اخرى زي انه يكون مكتوبة بسبري لونه اصفر ويكون المود مود شارع وحاجة شبه كده ونضغط بعد كده على ارسال عشان يبدأ دلوقتي انه هو ينفز لنا الصورة بتاعتنا بالشكل ده تعالى نشوف التصميم بعد ما خلص هنا طبعا زي ما احنا شايفين جاي بستايل قديم ماشي ومكتوب كلمة فلافل وكافي وهنا في شوية حاجاتها على الحطة والناس ماشي في الشارع ومحجبات مصري بحت ومكتوب على الحطة الكبيرة هنا في بيت قديم دوام الحال من المحال مكتوب بشكل احترافي قوي وحتى كمان عامل التشكيل بشكل احنا شايفينه ده جودة الصورة حلوة جدا طبعا احنا ممكن نستغل الاسلوب ده في حاجات كتير زي الاعلانات وده هتبقى مهمة جدا الناس اللي عايز تعمل اعلانات لمنتجات لاي شيء وخصوصا كمان انت لو عايز تضيف صورة مسلا على الحطة لحاجة هتقدر تضيفها الموضوع ده هيتطور جدا من من شغل من شغل الفيديوهات انا عارف ان في تفاصيل كتير ممكن اكون مجبتهاش في الفيديو ده لكن هتظهر معنا في الفيديوهات الجاية لما نيجي مسلا نطبق بقى حاجات بجد لقدر نستفيد منها ونستفيد من نانو بنانا بصراحة التجربة جامدة جدا وبكده بقى انا وصلت معاكم لنهاية فيديو النهاردة اتمنى تكون استفدتم من الفيديو انتظرون ان شاء الله في فيديوهات كتير وحنتعلم ازاي نستفيد من نانو بنانا في عمل تصاميم وفيديوهات احترافية كتير الفترة الجاية ولو اعجبك الفيديو دوسلايك وما تنساش اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس لك اشترك كل الفيديوهات الجديدة وفي النهاية السلام عليكم